السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة تعلم الإسبانية مرحبا بكم جديد في درس جديد أنتم الآن تشاهدون الجزء الثامن من سلسلة تعلم الإسبانية في جميع الأزمين خاصة زمن الماضي قبل أن نبدأ درسنا اليوم أود أن أشكركم من القلب على دعيمكم للمستمر فبفضلكم وفضل المجاهدات التي نقوم بها وصلنا إلى 80 ألف مشترك فهذا الرقم لا يستهن به الحمد لله على نعملي الكثير وأشكركم مرة أخرى بها الممالشة باك نتمنى أننا نكملوا في هذه المسيرة دينا ما نعيوش من ملوش نواصلوا المسيرة دي التعلم دينا باش كل واحد فينا يوصل الهدف دياله قبل ما نبدأ معكم أيضا الدرس دي اليوم ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة الثانية خاصة بالحوار الإسبانية لتقوية مهارة الأستماع والتحدث بكل طلاقة سأترك لكم الرابط أسفل هذا الفيديو ولنبدأ على بركة الله في هذا الجزء الثامن سنتعلم مجموعة من العبارات الرئيسية التي تستعمل بكثرة في الشارع الإسباني لابد لك أن تتعرف عليها وتحفظها عن ظهر قلبي كي تتمكن على الأقل من فهم نسبة 50 إلى 6% مما يوله الناس في الشارع على بركة الله أولى هذه العبارات مثلا حين تقول أن هذا الشيء جميل تقول بالإسبانية كي تشولا كي تشولا واو مالك أقول إحنا بالدريجة واو واو كي تشولا كي تشولا كي تشولا إذن كي تشولا معناها كم هذا جميل أم كم هذا رائع ننتقل للعبارة الأخرى أيضا حين نقول يا إلهي تنتهش كل هذه العبارات غريبة في سيخ الانتهاش والدهشة يا إلهي أوه بحل كي تشولا نقول أيضا كي باسادا كي باسادا إذن كيف نقول يا إلهي هنا نعبر عن الدهشة كي باسادا كي باسادا ننتقل للعبارة الثالثة حاول أن تكتب كل عبارة أقولها لك بالأسباني اكتبها في خانة التعليقات لكي تتركز في ذهنك كالعادة كذلك هذا جميل جدا أو هذا ممتع جدا مثلا هذه الطريقة التي عدنا بها مؤخرا على القناة فهذه طريقة ممتعة جدا تساعد على التعلم إذن نقول مثلا إذا أردت أن تقول لأن هذه الطريقة جيدة وممتعة تقول مولا ومونتن مولا ومونتن مولا ومونتن إذن هذا جميل جدا أو هذا رائع جدا مولا ومونتن عد معي مولا ومونتن مولا ومونتن برخيمبلو إذا أردت أن تقول لشخص ما هذه الوقاحة أشهد قلة الأدب أن قد قلو كي مر كي مر كي مر فهل سبق لك وسامعت بهذه العبارة يا لهذه الوقاحة كي مر كي مر كي مر كذلك إذا أردت أن تقول هذا غير عادل هذا غير مشروع هذا غير عادل أي هذا فيه يعني هذا شيء مش معقول هذا الشير فيه ما فيهش الإنصاف ما فيهش العدل نقول كي مامونيو كي مامونيو كي مامونيو كي مامونيو فتقول بحلمing كيتكون واحد ضلمك كي مامونيو كي مامونيو هل سبق لك وسامعت بهذه العبارة كي مامونيو أحيانا مثلا نتكاسل عن فعلي شيء فنقول يا للكسل نقول كي بريثا كي بريثا كي بريثا كي بريثا مثلا ككل شي واحد أكزان خاصة الفصل الصيح يكون الواحد مهدود بالحرارة والتعب فكنقول كي بريثا في الأقل كي بريثا يعني أشهد العقل برخمبلو مثلا حين تجعيجو كأشي ونما مكيكون شي إزعاج شي حلمة مثلا حلمتيها فكتقول كي مرون كي مرون لا نقصد بالمرون يعني اللون البني كي مرون يعني يال الإزعاج أو يال هذا الكابوس كي مرون يال الإزعاج كي مرون يعني منيشتو ملشتا كي مرون هل سبقى وسمعت بهذه العبارة كي مرون كذلك حين يصادفو كخاتر ما مثلا وقع مثلا ابنك أخذ سكينا ويكاد أن يجرح يده وانتا لم تتبه إليه فتقول كي تشونغو كي تشونغو يعني يال الخاتر كي تشونغو هل سبقى وسمعت كذلك بهذه العبارة كي تشونغو يال الخاتر مثلا شخص موهوب دائما يدهشك ويأتي بالجديد فتقول له ك كرعك ك كرعك يالك من موهوب يالا من موهبة كرعك أراشون كرعك من لك تقول شي واحد أراشون كرعك أراشون تالنتوسو يعني أنتا شخص موهوب أراشون تالنتوسو أراشون كرعك اولا ك كرعك يالا الموهبة أو يال الإنجاز مثلا en barra ujra مثلا سأقول يالالأسف يالالأسف معروف أنا نقول كي pena كي pena و أيضا هناك مصطلح آخر نقول كي لástima كي لástima كي pena كي لástima كي لástima كي pena por ejemplo si quieres decir a alguien que tienes un gran problema لديك مشكلة كبيرة هذا مشكل عويس هذا مشكل صعب تقول كي ليا تيانيش كي ليا تيانيش يالها من مشكلة يالها من ورطة يالها من مشكلة صعيبة كي ليا تيانيش كي ليا تيانيش كي ليا تيانيش حاول أن تكتب كل العبارات por ejemplo إذا أردت أن تقول ما هذا القرف ما هذا القرف نقول بالإسبانية كي عشق كي عشق كي عشق كي عشق أو هذا مقرف por ejemplo حين ترد أن تتحدث عن شخص ثقيل الدم تقول له كي بيسادو كي بيسادو بيسادو معناها ثقيل ولكن حين تتحدث عن شخص ليس معناه ثقيل أي الوزن ولئنه ثقيل الضل نقول كي بيسادو كي بيسادو كي بيسادو إرس كي بيسادو إيس كي بيسادو السن ولي نقول كي بيسادو أو كي بيسادو كي بيسادو كي بيسادو ثقيل الدل ما كتحملوش الدرجة المغربية ننتقل عبارة أخرى por ejemplo حين تقول أن الجو جميل بعبارة معروفة على الصعيد الأسباني تقول كي بونا عندا كي بونا عندا أن الجو مريح الجو جميل كي بونا عندا كي بونا عندا كي بونا عندا كي بونا عندا إيس جو جميل أو الجو مريح الجو هادئ هنا تقوم بالتعبير عن جمال الجو ننتقل لعبارة أخرى كذلك إذا أردت أن تقول هذا مشكل إنه مشكل كبير أيضا نقول كي موبيضة كي موبيضة هل سمعت بهذا المصطلح من قبل أو بهذه العبارة من قبل كي موبيضة سيونا كي موبيضة كي موبيضة معناها يا للمشكل مشكلة عويصة كي موبيضة كي موبيضة كي موبيضة عايز مشكل كبير جدا مثلا حين تكون في وضعية يكون فيها الحسد حاضر فتقول يال الحسد أشهد الحسد كي موبيضة كي موبيضة كي موبيضة كي موبيضة كي موبيضة كي موبيضة عبارة أخرى مثلاً نقول كي مال روجو كي مال روجو كي مال روجو كي مال روجو فمن اليوم فصاعداً سيكون البث المباشر منظم كي تكون دائماً مستعداً لحضور البث المباشر وتكون الاستفادة العامة للجميع لن يحضر معنا فقط 23 أو 40 شخصاً كالعادة نهدف إلى أن يحضر الجميع معنا فمتشاء إن شاء الله سيكون بث مباشر الساعة الثامنة والمرنامج القادم نشرته معكم في المبتدى سيكون أيام الجمعة الأحد والثلاثة أيام في الأسبوع الساعة الثامنة بتوقيت المغرب وأكد لكم أن الساعة الثامنة بتوقيت المغرب بإسبانيا ستكون الساعة التسعة باقي الدول لأعرف التوقيت صراحة إلى اللقاء أصدقائي